تم تسجيل تدهور كبير في جوذة الهواء في عدة مدن وولاية عندية إذ اشتكى السكان سكان نيوديلهي ومنباهية من صعوبة في التنفس وسط تدهور جوذة الهواء بسبب سيادة التنوث ووفق مؤشر جوذة الهواء الوطنية فقد تروحت جودة الهواء في نيوديلهي بين فئتي شديدة وسيئة للغاية حيث غطى الضباب العاصمة الهندية نيوديلهي التي تضم أزيد من عشرين مليون نسمة هي العاصمة الأكثر تنوثا في العالم بسبب الضباب الدخاني الناجم عن حرق بقية المحاصيل الزراعية ببعض الحصادة ودخاني السيارات هذا وتزامنا مع ارتفاع مستوية التنوث الهوائية في الهند قررت السلطات ثاني أكبر المدن الباكستانية إغلاق دور الحضنة والمدارس الابتدائية سعيا إلى تجنيب ملايين الأطفال الضباب الدخاني المنوث الذي بلغ مستويات قياسية